سيدة اللوة أشرف نصر سيدة اللوة برحب بيك أهلاً أهلاً تحمود إزاي حضرتك أخبار حقيقة إيه دايماً منورنا حضرتك طيب ومتقلق ومنور دايماً الشاشة الله يخلي حقيقة بنور حضرتك أنا كنت لسه أتكلم عن استعلالات فريق البنك قال لي مباراة فاركم وبركة تكون قوية بكرة بكل تأكيد طبعاً حقيقة المباريات الدوري كون لها صعبة ما تقدرش أن أنت يعني تنزل لموقف أي فريق في الجدول وتحكم على توقع بنتيجة مباراة وبالذات أن احنا موقفنا في الجدول يعني لسه محتاجين شغل كتير جداً عشان نقدر نتقدم في الترسيب ونبعد عن المنطقة الخطرة الكابتن طارق يعني استعده كويس للمباراة إن شاء الله داخلين في معسكر من المهاردة وبكرة إن شاء الله بإذن الله المباراة ونتمنى لكل التوفيق حالفنا ونضيف ثلاث نقط لراصدنا يبعدونا شوية عن المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي في غيابات بكرة بيعني منها الفريق أمام فاركو؟ لا لا فريق الحمد لله مكتمل والكابتن طارق طبعاً هو في الأفل اللي حدد القايمة اللي ياخد بها المباراة بإذن الله كان فيه جلسات من مجلس الإدارة مع اللاعبين ومع الجهاز الفني في فترة أخير أنهم يحاولوا أكيد يحسنوا الوضع خاصة الفرياني في المركز الخمستاشر وعندوا اللاعبين على فكرة السادة اللي هو على أعلى مستوى في الفريق لا طبعاً مستمرة يعني ما ملهاش ارتبط المباراة أو غير مباراة على طول عاديين بنتشاور نشوف الوضع ايه وبنشوف احتياجاتهم ايه وطبعاً السبب في الموقف والترسيب بتاعنا اللي في الجدول دلوقتي البداية الغير موفقة بتاعتنا في بداية الموسم اللي احنا تلقينا خمس هزايا متتالية في بداية الموسم دي أسرت على الفريق لكن الحمد لله قدرنا ان يعني انطحح المصار ومعنا جهاز فن كوف بكتن كابتن طارق مصطفى والحمد لله قدرنا في اخر ست مباريات ان هما يوقفين ثلاثة فوز وثلاثة تعادل بدون هزيمة واننا نتمنى ان شاء الله وندعو الله ان احنا يعني نستمر بقى في المستلسل الفوز وان شاء الله نتعد عن المنطقة القطرة في الجزمة وزي معاك ذكرت النتاج اتحسنت بعد يناير خاصة بعد التدائمات القوية اللي عملها مجلس الادار اه الحمد لله تواجد طبعا الكابتن طارق مصطفى طبعا اه اخر ست مباريات الحمد لله ثلاثة فوز وثلاثة تعادل ودرنا يعني نحصد اه اتناشة نقطة ان شاء الله مستمدين في التحسن وفي الاداء وفي النتاج بإذن الله اسامة فيصل وكلام كتير عن بعض الارود ابرزها من النادي الاهلي مدى صحة هذا الخبر لا لسه يعني مفيش حالك خالص جات لنا سواء حتى رسمي او ودي لسه بدري اهو احنا لسه يدوبك مخلصين للانتقالات الشتوية لسه بدري على فترة الانتقالات السبايفية ان شاء الله وخاصة اللي يعني الدولي مستمر معنا لغاية اخذها غصص ولا حاجة لكن مفيش اي حاجة ورد المقصوص لسه عقده ممتد قسامة مع فريل البنك الاهلي طبعا اه احنا لسه يعني معانا باذن الله اربع مواسم ان شاء الله اربع مواسم وفيش اي شروط جزائي لا 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 منالكم ان شاء الله كل التوفيق سيادة اللوة اشرف نصار مشكرك شكرا جزيلا الرئيس طبعا نادي البنك الاهلي